موسيقى مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 100% رقمي والبرنامج اللي كانت ستقبله في ضيوف وخبراء باش ننقشوا معاهم ونبصولكم جميع مفاهيم ديجيتال هادي نتكلموا اليوم على رقمنات سوق السيارات والدراجات النارية المستعملة بالعلم أن المواقع ديال البيع والشراء به الأفراد كتجلب شهرياً لملايين ديال الزوار في المغرب علاش المغاربة كيبغوا يبيعوا ويشريوا على الانترنت واش هادش مضمون واش كينين مبادرات 100 في 100 مغربية بينوا في هذا المجال هادش اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه مع الضيوف ديالنا زكريا غسولي مدير أفيتو لكي تعتبر تالت أكثر منصة رقمية زيارة في المغرب والمتخصة في شراء وبيع السيارات المستعملة غادي يكون معنا أيضاً مصطفى رياد الرئيس مدير الانتقال الرقمي للمقاولة المغربية ناسيف سيرفيس وصاحب تطبيق أغجوس أوسيغ لكي يسهل بيع وشراء الدراجات النارية المستعملة في سوق القريعة لكي تعتبر واحد من أكبر الأسواق الشعبية في المغرب في لايك الأسبوع غادي نشوفوا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا لتلقت منصة رقمية لنقل ملكية السيارات والمركبات المرقمة بالخارج هذه المنصة كتعرف كثير من 700 ألف عملية في العام والهدف منها ضمان حقوق البائع والمشتري وفي شهر الأسبوع غادي نتعرفوا على سعد بسمحة صانع محتوى محيب لعالم السيارات كيتابعوا كثير من 90 ألف شخص كيقتسم معهم معلومات حول السيارات المستعملة والأنواع اللي ممكن يشريوها بميزانية محددة ولكن كيف العادة؟ وقبل ما نبدأ نحن لكم مع آخر أخبار عالم ديجيتال فقرة نيوز أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على التزام الوزارة بتقنيات الدكاء الإصطناعي من خلال مبادرة برنامج الخواريزمي لدعم البحث العلمي في مجال الدكاء الإصطناعي والتطبيقات الجالو وأكد عبدالطيف ميراوي أن التكنولوجيات ماشي بديل للتعلم وتنمية المهارات ولكن كتساعد في بلوغ النتائج اللي كتساهم تحقيق نتائج جيدة تلقات وزارة العدل منصة رقمية جديدة للحصول على شهادة الجنسية بهدف تسهيل الحصول على الشهادة الجنسية الأصلية عن بعد وفي أقل وقت ممكن الخدمة توفرها على لوسيت والابليكاسيون وهي واحدة من الخدمات الكثيرة اللي تلقاتها وزارة العدل في ضل ورش رقمانا كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المغرب كيوفر خدمات رقمية عالية للجودة والموتقية للمواطنين والشركات والمجتمع المدني ووضحت الوزيرة أنك 200 خدمة عمومية متوفرة على الإنترنت منها 300 خدمة موجهة المواطنين وكتر من 200 خدمة المقاولات و100 خدمة الإدارات العمومية سلامتي زكريا ومرحبا بك معنا في البرنامج سؤال الأول هو شنو مدى أهمية صنف السيارات والدراجات المستعملة على موقع آفيتو مقارنة مع منتوجات أخرى بحل ملابس والأجهزة الإلكترونية والعقار نبدأ في 2012 بمنصة آفيتو كانت تقريباً تجي عندنا تقريباً 100 ألف سيارة اللي كتبع كل سنة اللي وصلت في السنوات الأخيرة اللي تقريباً 500 ألف سيارة اللي كتبع في آفيتو دونك هذا من ناحية اللي كنقوله الناس اللي كيبغوا يبيعوه وكيما قلت لك من ناحية الناس اللي كيبغوا يشريو كتشكل 50% يعني إلا خدينا 50% كتكون 14 مليون زيارة اللي كتجي مخصصة للسيارات ألا شو نظرك الأغلبية ديالنس ولو كيشريو دابطوا موبيلات دوكازيون الآن تالنس بلاصة ما يمشو شوفوا مثلاً مع السمصار ولا غارج تقليدي كما كانوا الأحوال هذي واحد 10 سنوات 15 سنة السوق ديال السيارات المستعمالة رافيها فاعلين هو كين البرتكولي يعني الناس اللي كيبغوا يشريو الطنوبيل بوحدهم وكين الناس الحرفيين يعني اللي غنقوله كما سمتهم السمصار واللاغ يكونوا بلس تركتوري يعني يكونوا مؤسساتيين اللي همات دا غارجيس اللي هم مؤسسات نحنا الهدف ديالنا هو يكون هذا العرض شامل يعني يلقى المؤسسات يلقى لي بارتكولي ويلقى هذك شي اللي بغى بالضبط في السيارة اللي تيقلب عليها وكيفاش كتحميوا المستعملين باش يتجنبوا مثلاً محاولات الاحتيال ولا الغش ولا التدليس احنا من 2012 قمنا بواحد الاستثمار اللي هو كثر من 300 مليون درهم اللي 10% من هات 300 مليون درهم كانت محصة حماية ديال المستعملين ديالنا اللي كين فيها جوج ديال المسائل كين المسألة الأولى هي تدقيق في الإعلانات يعني كان قوموا بواحد تدقيق قبل ما يوصل لدك الإعلان لمستهلك في الخر كان قوموا بتدقيق باش ما نوصلوا ليش شي حاجة اللي ما صالحاش لي هذي أولاً تانياً واحد الاستثمارات اللي هي تكنولوجيا اللي كان استعملوا فيها الدكاء الاصطناعي اللي كان الحمد للتها فيها فورق مغربية اللي يخدموا على هذا شي باش يحاربوا هاد الظاهرة هذي وثالثاً كان قوموا بتوعية يعني كان نوصيوا الناس كان أعطوهم بعض المعلومات أنه فشي مشيو يتعاملوا في البيع والشيرة راكين واحد الحواج اللي يخدموا بيهم فالمينستادينا من خارج المينستادينا السياطات خاصية يتقام بيها هذي زع ما ما خصاش ما فيعاش النقاش و الحمد لله في السنوات الاخيرة نزلوا مم هذوك اللي كما كنقولو لذيك اللي غاسوني يعني الناس اللي كيجو يتشكاوا مثلاً بالنصب والله كانت قد تكون عنا واحد شكاية ولا جو الشكاية في الشهر دباك تكون عنا شكاية في كل ست شهر نتيجاتين لهذوك المجهودات وهذوك الاستثمارات اللي قمنا بيهم في هذا المجال شكراً لك سي زكريا لأجوبة ديالك الله يبرك فيك مشاهدين نخليكم دبام عليك الأسبوع اللي غادي نشوفه من خلال الوكالة الوطنية لسلامة طرقية نارسا اللي اطلقت منصة رقمية لنقل ملكية السيارات والمركبات المرقمة بالخارج هذو منصة عرفات كل سنة سبع مئة ألف عملية الهدف منها ضمان حقوق البائع والمشتري لنشاهد حالي مصنزي رئيسة حيطاء التواصل والعلاقات العامة بالوكالة الوطنية السلامة الطرقية نارسا منصة رقمية هي واحدة منصة وضعتها الوكالة الوطنية السلامة الطرقية نارسا رهن إشارة المواطنين من أجل تسهيل عملية البيع وشراء السيارات أو المركبات بصفة عامة المستعملة اللي عندها ترقيم في المغرب هذ المنصة جات باش ننظم هذ عملية بيع الشراء عبر رقمنا ديل هذ العملية وبذلك ضمان مجموعة يعني من الحقوق ديل الطرفين سواء البائع أو للمشتري هذ المنصة كتمكننا باش نقوم بعملية بيع وشراء المركبات بعملية مؤمنة كيف ذلك من خلال يعني التأكد من المعلومات اللي كيدلي بها البائع هذ المنصة كتحتم على البائع أنه يدخل لها يدير طلب البيع من خلال إدخال مجموعة من البيانات أوتوماتيكين كيتم تأكد من هذ البيانات وكيتم استخراج واحد دلقين سري اللي هذ المنصة كيسلموا المشتري فاشيكمل عمليات البيع سلام سيمسطافا مرحبا بك معنا في البرنامج ممكن تقرب المشاهدين من الخدمات اللي كتقدم شركة نصيف سيرفيس اللي كتمتلها نتا اليوم اللي نصيف سيرفيسيز هي اسم لانسين ما هي كتمتل سوق الدراجات النارية المستعملة والعادية اللي معروف بالسوق القريعة كينف في الدريسية واحد هو من أول أسواق اللي كينف في الدربي دا من ألف وتسامية وثمانية وخمسين العمل ديالو كونسيست أفاش جوش للناس كي بيعوا موتور ولا واحد كي بيعوا موتور كي جووا تكسبوا عدنا دونك احنا كنا نتكلفو بالفيريفيكاسون ديالالوطائق والافيريفيكاسون ديالالموتور وحسب تجربتك اش من المشاكل كتحل الأدوات الرقمية باش تذهل عمليات البيع والشراء ديالالسيارات والدراجات المستعملة من احنا احنا سيبنا واحد تطبيق هالتطبيق كي سيبورتي البطاقة الوطنية جوش ديالالفيرسون لالفيرسون ديالالفين وثمانية والفين وعشرين الباسبور البرمي ديالالسياقة دونك سهلات علينا الرقمنا ديالالو بروسس سهلات علينا أولا لتخيطم دونك قناش كنت أطلو باش نديرو لإدشان ديالالعقد البيع وكين واحد لانجاجمون في زا في ديالالبيعق قناش كنت أطلبو بزا في ديالالفوتوكوبي إطان دونك وكنا نحتفظو على المعلومات اللي كيبقاو كيفاش ممكن نزو اتقا ديالالمغاربة في معاملات التجارية الرقمية بالأفراد خاصة المعاملات المتعلقة ببيع وشيراء السيارات ولا الدراجات المستعملة في الحالة ديالالك ما شيف حال الإيكميرس ولا في شيراء عبر الانترنت خدام زيان اتقا كينا من حيث البروسس يعني اجندوي دبال المجورية ديالالنس اللي كيبيعوا في انترنت ما كتتخلص حتى كتتجيك لطار من حيث المطور ولا من حيث السيارة إياه النساسيتي ما تتعنجاجاج في انترنت حتى كتتشوف الطرنوبيل إياه عندك نغارنتي كمانديتي من غاراج اللي عندو نغارج غادي تخدو بعينك مغمضين ما كتبقى دروري من حيث السيارات من حيث دراجات نارية ونفريفيكاس اللي كتدر في الماكينة حيث صورة ما كتلخش لك يعني بالدقة الحالة الحقيقية ديالدراجة أو ديالسيارة واش كتشوف ان الانترنت كتزيد منتقة ديال المعاملات بالأفراد ولا كتشكي الخطور على المستعملين اللي العلم ديال هم محدود في المجال الرقمي مثلا خاس وحد الرقابة وخاس وحد اللابل انا كنظن بانا كين دايور اللابل اللي كي جيري ججب 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 ديالاثي جوام ديالناش ججب إتقو بالمواقع اللي عندهم عندهم محد الرقابة وكي احتار مو خصوصا خصوصيات اللي دوني أكاراكتر القانون 008 ديالناش ججب يدر لابل اللي طيها الطيقها هذي باش الناس يزيدوا يشيقوا أكثر شكرا لك سي مصطفى على الأجوبة ديالك شكرا مشاهدين نخليكم دبا معاشر الأسبوع اللي غادي نتعرفوا من خلاله على سعد بوسمحة صانع محتوى محب لعالم السيارات كيتبعوا لأنترنت حوالي 90 ألف شخص كيتقسم معهم معلومات حول السيارات المستعملة والأنواع اللي ممكن يشريوها بميزانية محددة لنشاهد سعد بوسمحة هو خريج جامعة الأخوين تخصص تسويق والتواصل والهواية الكبيرة ديالو هي جميع الأمور اللي عندها علاقة بالتوموبيلات سنة 2022 اختار أنه يدخل العالم سناعة المحتوى وبدأ يبرتاجي مع الناس المعرفة ديالو والمعلومات اللي عنده حول عالم السيارات المستعملة الشاب في عمره 22 سنة والحب ديالو لعالم السيارات كبر معه واليوم هو متخصص في الفيديوهات اللي كتقدم معلومات على السيارات المستعملة وكيشارك مع المتابعين ديالو أنواع وماركات التوموبيلات اللي ممكن يشريه بميزانية محددة واللي غالباً كتكون ما بين خمسين ومئة ألف درهم كل فيديو كيعطي فيه معلومات على الموديل وتمان الضاربة وشحال كتكون سومي في روتوروت ووسط المدينة وهي المعلومات اللي كيحتاجها كل شخص باش يشريطه موبيل مستعملة سي زكاريا سي مصطفى وصلنا لنهاية البرنامج ولكن قبل ما نقول لكم زلما عندي لكم واحد سؤال مشترك بغيت نعرف كيفاش كتشوفوا تطور سوق بيع وشراء السيارات والدراجات المستعملة في السنوات المقبلة في المغرب سي زكاريا هنا في المغرب عنا تقريباً مئة وطلتاشة سيارة لكل ألف ألف نسامة لشفناها مع بعض الأسواق الأخرى يعني دوتخ مخشي ولا دوتخ بي كيكون فيهم تقريباً كتار من 8 مئة لكل ألف نسامة في الولايات المتحيدة كتار من 6 مئة لكل ألف نسامة في إيطاليا يعني في المغرب باقي وفاحد طور ديال التطور اللي مهنا للقدام هات السوق ميمكلية غير تكبر وإن شاء الله كنتمنا ونواكبوها بطريقة اللي تمكن المستعملين ديالنا أنهم يلقوا دكشي اللي تكيقلبوا عليهم بكل أمان شكراً دراجة ناريا أنا كن رو بخزنتي سنتيمتر كوب خمسين ما أقل كيف كن قولوا إحنا الموتور ديال الدرويش دونك اللي تمان ديالو ما كي ديباسيش مليون ومئةين أنا كنشوف من هنا القدام إن شاء الله اللي مالا شي دراجة ناريا من صور مغربي سرطو كسنتيمتر كوب عدنا فيه مشاكل كالي كي بغي هزوليداتو كالي كي بغي بشي تقدابي ما كي قدر شي يزيد به دونك ينين بزاف ديال الصعوبات سخطوف لكاليتي ديال الموتور اللي قل من خمسين سنتيمتر كوب دونك كنتمننا من هنا القدام يكون عندنا موتور ديالنا إحنا يحنا صنع مغربي دونك كنتمننا لكل خير في هذا المجال و جميع الفورقة شكرا لكم على تلبية الدعوة مشاهدينا وصلنا لنهاية البرنامج كيف العادة يمكن تتبعون على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسمية للأولى كنقول لكم موعدنا الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من 100% رقمي مساء يوم الأحد على الأولى سلامة اشتركوا في القناة